اشتركوا في القناة الى 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 ال في سمك الغشاء المبطن للمفاصل والبروتنات دي ممكن برضو تعمل أضراء للأربطة والغضاريف والعدم القريب من المفصل وده ممكن يسبب زيادة في سمك الغشاء المبطن يخليه سميك أسمك من الأول وبيضمر العظام والغضاريف داخل المفصل التهاب الغشاء الزلالي ده بيعمل على زيادة السائل جوه المفصل وده بيسبب تورم المفصل والتورم ده مع الالتهاب بتسبب تمدد الأوطار والأربطة اللي بتربط المفاصل ببعضها فيبدأ المفصل يفقن شكله وسباته ووظيفته ويتشوه ويتعطل تماما ويصبح عاجز عن أداء أي وظيفة المفروض أو الطبيعي يقوم بها بالنسبة لأسباب التهاب المفاصل للرماطيدي حتى الآن مفيش سبب معين أو مفيش سبب واضح نقدر نقول أنه هو السبب في الموضوع ده لكن فيه دراسات بتقول أن التغيرات الجينية اللي هو العوامل الورصية وراح دوس المرض ده مع أن الجينات نفسها ملهاش أي سبب في التهاب المفاصل الرماطيدي لكن بتخلي الشخص أكثر عرضة للعوامل اللي هنتكلم عليها اللي هي العوامل البيئية أو العوامل الخطر اللي ممكن تسبب المشكلة دي التهاب الغشاء الرماطيدي ده بيعتبر مرض واسع الانتشار لأنه حسب آخر إحصائيات بنجد أن حوالي مليون ونصف شخص موجودين في أمريكا مصابين بهذا المرض هنتعرف دلوقتي على عشر عوامل بيسموها عوامل الخطر اللي بتحدد احتمالية حدوث المشكلة دي أو العوامل اللي بتزيد احتمالية إصابتك بالتهاب المفاصل الرماطيدي عن شخص آخر من العوامل دي أول حاجة الجنس النساء أكثر عرضة للإصابة بالمرض ده من الرجال بمعدل ضعفين إلى ثلاث أضعاف العمر المشكلة دي بتحدث دايما ما بين عمر 40 إلى 60 سنة لكن وجدوا أن هي ممكن تحدث بأي عمر التاريخ العائلي وجدوا أن خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الرماطيدي بيزيد لما يكون في حد في العيلة عنده المشكلة دي وخصوصا الأقارب من النوع الأول أو من الدرجة الأولى زي الأب والأم والإخوات لأن الاحتمالية بتزيد بنسبة أربع مرات عن الطبيعي رابح حاجة التدخين التدخين بيزيد من خطر الإصابة وخصوصا لو كنت مستعد وراسيا لو عندك عوامل جيني أو عوامل وراسية لأن التدخين ليه علاقة بزيادة حدة أو شدة المرض لأن التدخين بيضعف جهاز المناعة وبالتالي بيزيد من الإصابة بالالتهابات خامس حاجة التعرض البيئي للسموم الناس اللي بتتعرض للسموم زي الأسبستوز والسيليكا زي الناس اللي بتشتغل في مصانع الرمل أو الزجاج بيزيد خطر إصابتهم بالمشكلة دي اللي هو التهاب المفاصل الروماتيدي عن الناس اللي ما بتتعرضش للمواد السمة دي سادس حاجة السمنة وزيادة الوزن الناس اللي وزنهم زايد وخاصة النساء في عمر 55 أو أقل ووزنهم زايد أكتر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتيدي لأن زيادة الوزن برضو بتزيد الضغط والحملة على المفاصل فتزيد من تورم وإصابة المفاصل وتدهور المفاصل سادس حاجة الهرمونات المرض ده بينتشر بين النساء أكتر من الرجال عشان كده الأطباء بيفترضوا أن هرمون الاستروجين له دور كبير في الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتيدي تامن سبب أو تامن عامل الالتهابات مثل الالتهابات البكترية والفيروسية ممكن تزيد احتمالية الإصابة بالمشكلة دي تاسح حاجة الضغط الإجهادي على المفصل أنك تجد المفصل وتستخدمه باستمرار وإصابة المفاصل باستمرار إصابة المفاصل المتكررة من الحاجات المهمة اللي ممكن تزود خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتيدي لو عندك عوامل جينية أو عوامل وراثية عشر حاجة الأغذية الأكلات الصحية من الحاجات اللي ممكن تقلل الإصابة بالمرض ده وبعض الأغذية وجدوا أن هي بتقلل حدة المرض وشدة المرض بعض الدراسات أثبتت أن بعض أنواع من البكترية الموجودة في الحليب واللحوم ممكن بتزود احتمالية الإصابة بالمرض ده وخصوصا عند الناس اللي عندهم استعداد جيني في بعض الأغذية الأطباء بينصحوا بيها لأنها بتقلل الالتهابات زي الكوركم والزنجبيل والفواكه الموسمية بينصح برضه بعدم تناول الأغذية الحيوانية زي الألبان واللحوم والكبدة وبينصح برضه بعدم تناول الأطعمة الغنية بالملح والزيوت كده يبقى احنا تكلمنا عن عشر عوامل مهمة جدا بتحدد احتمالية أو قابلية إصابتك بالالتهاب المفاصل الروماتي ده من عدمه لو عندك أي سؤال بخصوص الموضوع ده اكتب لنا في التعليقات تحت الفيديو واحنا إن شاء الله بنرد عليك لو عندك أي اقتراح لأي موضوع تاني ممكن نعمله فيديو برضه اكتب لنا في التعليقات تحت الفيديو وياريت لو الفيديو عجبك تعمله لايك وشير وتشاركه مع أصدقائك وياريت لو أنت جديد في القناة اشترك في القناة وفعل جرز التنبيهات علشان يجيلك كل تنبيه بكل فيديو جديد بنقدمه إن شاء الله بتمنى ليكم الصحة والعافية كان معاكم دكتور طريق تركي استشارك راحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته